اخوان تبارك الله عليكم نتمنى كل شي يكون باخير اخوتي تنظر على الاجهزة الاندرويد سوف نقدم هذا الجهاز اي بي ستايشن فهذا يتلقاوه X99 Pro وكان هذا الابي ستايشن فمعروف يعني باسمية X99 Q Pro وكان X99 Max وكان X99 Q Plus وكان X99 Q وكان X99 Pro فالنفس الاخر كانت X99 Pro يعني X99 Pro وكان X99 Pro وكان X64 Pro فالنفس الاخرار فكل واحد وثمان فعلى حساب المدينة كل مدينة مكتبه كل يبيع ب300 درهم كل يبيع ب320 كل يبيع بكسر كل يبيع ب500 درهم كل يبيع ب490 كل يبيع ب520 كل يبيع ب640 هاته لم يبعد تردد وكانت تردد وكانت تردد في النبات ايضا وكانت تطبيق التلفاز بطبيعة وكانت تردد تطبيقات شاهد برايم فيديو بلاي ستور واليتفليكس واليوتوب واليوتوب تريدون الذين يريدون كانوا يتم استعملوا بشراكات مع طريق الكنكسون فإن تلقائب الكنكسون تعملون جيدا ويكونوا بشراك جيدا مثلا مع الكنكد كما ستورق كما ممكن الدلتا التيركس فوركا أو تيت تي أو الاسمينة المتوسطة إبجراء هذا الاسمين هذا هو شوية آخر من 300 دلم بالنسبة للإمكان الذي لديهم قضية بشراكات هناك مجموعة مجموعة الكريستال الكريستال مجموعة 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 سوف نفتح الجهاز لكي تنزيل أجهزة أخرى سوف نقوم بإضافة أغلبية يأتي بلاحظة كلاسيكية موجودة متوفرة سوف تقوم بإضافة بإضافة أخرى سوف تقوم بإضافة لإضافة لحشاظ 5 فورت سوف تقوم بإضافة 12 فورت أغلبية الأجهزة 16 أو 34 أو 34 سوف تقوم بإضافة 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 16 5V 5V يوضح 10V هذا تسعيل مثل أجل مع التلفاز من سبيل المناسب سوف تقوم بإفضل نضيف هذه وكمن المستيقظة وكمن المستيقظة والعمل وكمن المستيقظة وكمن مستيقظة مستيقظة الاجهاز هذا الجهاز يجب أنواع جهاز 2 جيجا في الرام و 64 جيجا في الروم هذا يسمى X790 Pro TV Box يجب أن 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 يجب وقت يجد بلسة الكارت ميموار فقد تجد بلسة الكارت ميموار وستطوكار تستطيعت بلسة 128-159 قد اضطل الكنيس هنا اقدام هناك المدخل والطاقة والاكتر والاكتر يعني يعمل بالفايبر اوبتيك هم هذا هذا يتم يجب أن يتم تسمى الـ Audio Converts Digital Analog أو يتم تسمى الـ Fiber Optic وهذه هي الشيما سوف تلاحظ الجهاز الذي سيأخذ من الصوت يأخذ من الصوت يأخذ الـ Audio Converts Digital Analog ومنها يأخذ الباب أو الكاسك فهو الصوت يكون صافي جدا يكون صافة ناقية وفي طبيعة الحال يستعمل الـ Fiber Optic هذا يمكنك تعمل في هذا الجهاز فهذا الجهاز يعمل هذا الجهاز يعمل بالـ Analogic Converts خلاص المخرج الـ 4K لأن الجهاز 4K والكابل الـ RG45 والتلفازة عادية أو الصوت يعني من هنا تقدر تخرج الصوت أو من هنا وفي حالة الـ HDMI 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 لا تريد شيء يستعمل فهذا يمكنك تقلبه هذا الجهاز الخوطي ومع جهازة بزرق ومع جهازة بزرق ولكنه يحتاج إلى الانواع ومع جهازة 16 ومع جهازة 4K ومع جهازة 4K ومع جهازة 0.790 Tュ Pro ومع جهازة كثيرا كثيرا الـ HDMI 16 ومع جهازة 2K ومع جهازة 4K ومع جهازة 4K اعطاهم الله يعني عندهم جملة ودري قدر تلقاه بقل اما انا كان عدر على البيع وشرية عادية سبارك الله لكم